موسيقى استبعد وزير المالية الاسرائيلي افكدور لبرمن امكانية الذهاب الى انتخابات برلمانية قريبا وقلل من فرص حل الحكومة كما ورجح ان يتنازل رئيس المعارضة بن يمين نتنياهو عن امكانية حل الحكومة وتوجهه الى ابرام صفقة ادعاء مع النيابة العامة الاسرائيلية حول ملفات الفساد المقدمة ضده ونقلت صحيفة معارف عن مصادر في وزارة المالية ان ذلك جاء في محدثات داخلية مع مسؤولين في وزارة المالية في صياق العمل على الموازنة العامة وبحسب المصادر فقد اصدر لبرمن اوامره لموظفية الوزارة بمواصلة العمل بواترة سريعة على الميزانية المقبلة لانه لن تكون هناك انتخابات في المستقبل القريب وتأتي هذه التطورات في اقاب استقالة عضو الكنيسة عن حزب يمين عيدت سلمان من الاتلاف الوزاري ومن حزبها الامر الذي شكل ازمة للحكومة الاسرائيلية يذكر ان الموازنة العامة الاسرائيلية بحاجة الى مصادقة اغلبية مكونة من واحد وستين عضو كنيسة بهدف تمريرها وبحال فشلت في ذلك فيتم حل الكنيسة تلقائيا والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة صادقت وزارة القضاء الاسرائيلية على ربط البؤر الاستيطانية العشوائية في الاراضي الفلسطينية بالكهرباء على ان يتم تمرير ذلك القرار لوزير الامن الاسرائيلي بني جانس للمصادقة النهائية وجاء ذلك بعد تأكيد المستشارات القضائية للحكومة الاسرائيلية لشؤون المدنية كارميت يوليس الى انه بمجرد تقديم المصادقة النهائية ستعطل امكانية تقديم التماسات مستقبلية للمحكمة العليا وتناولت المناقشات بين الوزارات الحكومية حوالي 30 بؤرة سيتم ربطها بالكهرباء مقابل ربط حوالي 10 قرى فلسطينية في المنطقة جيم كي تظهر ان اسرائيل لا تميز بين الاسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة علما ان هذه البؤرة الاستيطانية مقامة بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية محتلة نحو 60% من الطلاب الاكاديميين في البلاد قالوا انهم راضون الى حد كبير عن التعلم عبر الانترنت واكثر من نصف الطلاب اشاروا الى مشاكل فنية وتقانية اثناء التعلم عن بعد ونسبة مماثلة اكدوا ان تركيزهم وتفاعلهم في الفصول الدراسية يكون اقل من الفصول الوجهية بحسب مسح اجرته دائرة الاحصاء المركزية حول التعلم عن بعد باوساط طلاب المعاهد العليا هذا ويستبعد جامعيون ان يكون التعليم عن بعد بديلا ناجعا للتعليم الوجهي ذلك استنادا على تجربة سيئة واجهوها خلال فترة الكورونا من تجربة الكثيرة بالزوم مش عن جد قدرت احس بشعور الطالب الجامعية بسبب الانقطاع عن الزملاء بداخل الحرم الجامعي بسبب انه ما كانش فيه التواصل والتماسل وجاهي مع المحاضرين اللي هو بحسب نظري من اهم ما يكون للطالب الجامعي عدا عن هيك انا كطالبي جامعي ما قدرتش اطلقى اغلب الخدمات اللي كنت لازم اطلقها كطالبي بداخل الحرم الجامعي فمع الاسف هاي احدى سيئات الزوم اللي انا عشتها عدا عن هيك كل قضية الانترنت وكل قضية الاليات اللي كنا نقدر نستخدمها عشان نكون موجودين بالزوم مش عن جد كانت تساعد مثل ملازم فالتعليم الجامعي بداخل الحرم الجامعي لا غنى عنه ولا اياتة منصة تانية تقدر تستبدله بطريقة انجعة وبحسب الاحصائيات يجمع نحو 42% من الطلاب الى حد كبير على ان المستوى الاكاديمي قد تضرر نتيجة للانتقال الى التعلم عبر الانترنت وذلك عدا عن اضرار نفسية واجتماعية اي ازمة بتواجهنا مثل ازمة الكورونا اللي بسببها ان نقدرش نتعلم داخل الكوليات نتعلم عن طريق الزوم هو الحل الوحيد لان الى اكتساب المواد اللي لازم نتعلمها افضل من الانقطاع عن التعليم الجانب السلبي انه احنا الطلاب عددنا كبير فانا ما بدي اتوجه للمحاضرة بسؤال يكونش الوقت الكافي لا اكمال المحاضرة ولا لا شرح السؤال واحيانا بسبب كثرة الطلاب وكثرة الاسئل لعدة طلاب فبتحدث فوضى وهذا بيؤدي لكل التركيز عماني على جائحة كورونا تحول فيهما التعليم عن بعد الى كابوس للعديد من الطلاب من مختلف المراحل التعليمية ويوسع من الفجوات التعليمية التي يحتاج تجسيرها الى سنوات صادقت لجنة المالية في الكنيسة على خفض ضريبة المحروقات بنصف شكل ما يعني انخفاض سعر لتر البنزين الى ستة شواكل واربعة وتسعين اغورا ابتداء من فجر الخميس هذا وسيسر القرار لمدة شهرين على السولار فيما سيكون لمدة ثلاثة شهور على البنزين وقال وزير المالية الاسرائيلية فيكتور ليبرمن ان خفض ضريبة المحروقات على البنزين جاء بعد بحث عميق في وزارة المالية مضيفا ان سعر البنزين مرتبط بانشطة المرافق الاقتصادية وبالاسعار في الاسواق العالمية يشار الى ان 51% من سعر البنزين ناجم عن ضريبة المحروقات ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية بدأ يثقل كاهل العائلات العربية في شهر الخير شهر رمضان فموجة الغلاء طالت حتى المكونات الرئيسة لابسط الاطباق طبعا بيشتروا اكل البضاعة لانه البضاعة كتير غالية والمعيشة كتير غالية فكتير ناس بندورة اليوم 15 و 17 شكل بدل ما يشتروها كارتونة 15 شكل كارتونة اليوم الكيلو فالناس تشتري أكل أربع حبات كيلو اثنين كيلو نص كيلو لكتير البندورة غالية وباقي البضاعة غالية وفي هذه الحالة تضطر الأمهات للاقتصاد وبالتالي لاقتناء المنتجات الرئيسة التي لا بد منها فقط بل وأحيانا تضطر للتنازل عنها طبعاً الإشي ملحوظ يعني بيّن الإشي أن الأهالي بتدخلوا عم بيشتروا الإشي بتصلى عندها بتحاسب بتتفاجأ بالسعر بتقولك لا بدي أرجع كتير غالي وبتحمل الإشي بتروح بترجع يعني فيه كمان حتى بتكون واحدة باعتة ابنها عالدكان يشتري بيجي بشتري وبروع على البيت على أمه بتفاجأ أنا راجع لا بدي أرجع طب ليه بدك يترجع أم بتحكي غالي طب بتيجوا الأم بتقول ليش الأسعار عندكو يعني هيك ما كانش هيك سعرة إحنا مش منا من شركة الإنتاج هي اللي بترفع الأسعار أثر الغلاء والاقتصاد الذي تمارسه الأمهات مضطرة تؤثر على أصحاب المطاعم التي باتت زيارتها رفاهية ليس بالمقدور توفيرها طبعاً الإكبال فيه ملاحظ الملحوظ أن الإكبال خف كثير عن المطاعم طبعاً بسبب الحالة الاقتصادية اللي بنعيشها والناس مش عارفة شو الأوضاع شو اللي بدأ يصير في المستقبل فلذلك بفضله إن كل الأكلات وكل الواجبات يخضوها الرمضانية في بيوتهم لأن الناس صارت توفر في كل شيء الأسوأ من الوضع الحالي هو أن الشركات الأغذية أعلنت أنها مضطرة لرفع الأسعار مرة أخرى ولا يقتصر هذا الارتفاع على الخضروات والمنتجات فقط بل أيضاً الشركات المنتجة للحليب بدأت هي الأخرى تطالب وزارة الزراعة ووزارة المالية برفع الأسعار والادعاء أن نفقاتهم ارتفعت أيضاً ومع استمرار موجة الغلاء التي لا تتوقف والتي تطال كل شيء تقريباً الغذاء، الوقود، والبناء تبدو خطوات حكومة التغيير للتخفيف عن المواطن خجولة بل معدومة والتي أقلها رفع الحد الأدنى من الراتب والذي يعتبر أداة المواطن الوحيدة على هذا العشب الأخضر تجتمع شبيبة أم الفحم من كل حارتها كباراً وصغاراً كل ليلة في مباريات ودية خاصة لشهر رمضان الكريم أقيم هذا الدور بمبادرة قسم الرياضة في أم الفحم إيماناً بأهمية إيجاد الأطور اللامنهجية لشريحة الشباب طبعاً في أم الفحم وفي باقي البلدان العربية يعكفون دائماً على دوري رمضان في أم الفحم ما يقدر في خمس دوريات رمضان في الأحياء وإحنا ككسم رياضة برضو كل سنة دوري للكبار دوري للمدرسة الثانوية الإعدادية والابتدائية طبعاً أولاً الأجواء الرمضانية الحلوية ثانياً من ناحية تربوية ورياضية يعني اليوم كثير شباب بلقوا حالهم في دوري من هالنوع اللي بالكلهم إطار تربوية وإطار رياضي في رمضان اللي مارسوا الرياضة اللي بحبوها وتجمع شباب يعني جداً حلو وأجواء حماسية للفوز بالبطولي على الرغم من الأوضاع المتوترة التي عاشتها مدينة أم الفحم في السنوات الأخيرة لا تزالوا تجدد عهدها مع شريحة الشباب الذين يعولون على هذا البلد ويرون في مشاركتهم في هذا الدوري انتماءاً لبلدهم من تسع سنوات ما لمست الطابة أنا حكم كرة قدم بالأساس سابقاً بس اليوم أنا متواجد مع الشباب بصراحة يعني طب سعادي طب سعادي أم الفحم هي أم الخير إذا بد أقول عن أم الفحم أم العطاء أم الشهامة نستغل شهر رمضان إحنا في عطاءنا وانتماءنا والتزامنا للمواطنين في مدينة أم الفحم نحن نشوف كديش أهل أم الفحم هم أهل خيرين إحنا اليوم موجودين في شهر رمضان وما منتطلع إلا نكسب حسنات وكديش نعاون بعض ونقدم الخير ونكسب عن جد بالآخر آخر إشي عنا مهم لإلنا نقدس شهر رمضان العظيم إحنا كلياته عبادة ومحبة وإم الفحم فعلا صدقا إم الخير إم المحبة إم العطاء هاي إم الفحم إم النور إم الشهامة زي ما تشايفين يعني إم الفحم كل يوم فيه فعاليات وهاء إحدى الفعاليات اللي بتكون على أستاذ السلام اللي جي فيه للشباب والصغار وفيه فعاليات بالحارات برضو لا نسأل الحارات إنه هذا أهم شيء إنه ندمج الحارات بش بس نعمل نقطة معينة من بين هذه الأحداث المتسارعة يولد الأمل كما يقول أهالي البلدة ولطالما كانت هذه الفعاليات والأطر الشبابية بمثابة مساحة ليروح الشباب عن أنفسهم من خلالها ليعودوا بطاقاتهم إلى بلدهم ومجتمعهم كما يقولون أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 5403 إصابات كورونا جديدة خلال اليوم الأخير دون تسجيل حالات وفاة فيما بقيت الفحوصات الموجبة مستقرة عند معدل يومي بنسبة 10% بعد أن شهدت تراجعا متدرجا في الأيام الأخيرة ووفق معطيات الوزارة يرقد في المستشفيات 645 مريضا بينهم 243 بحالة خطيرة و92 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي قررت المحكمة المركزية في بئر السبع تحويل قضية الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة إلى لجنة الثلثي للنقاش في الإفراج المبكر عنه وذلك خلال جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج الفورية عن مناصرة الذي اعتقل حينما كان بجيل 13 عاما وحكم عليه باستجن لمدة 12 عاما أنذاك وبحسب محامي الدفاع خالد الزبارقة فإن المحكمة أسقطت صفة ملف الإرهاب على حد تعبيرهم عن قضية الأسير أحمد مناصرة ما يفتح الباب أمام النظر في الإفراج المبكر عنه وأشار الزبارقة إلى أن المحكمة لم تصدر قرارا جوهريا بخصوص الإفراج ولكنها أبطلت قرار لجنة الثلث التي قررت بأن قضية مناصرة تندرج تحت قانون الإرهاب وعليه سيتم تقديم طلب لعقد جلسة لجنة الثلث في أقرب وقت ممكن وبحضور المحامين يذكر أنه خلال الشهر الماضي أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج الفورية عن المعتقل مناصرة شهدت زخما كبيرا في الساعات الماضية مع قرب موعد جلسة الاستئنف ويواجه الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادية في سجن إيشل بئر السبع استشهد الشاب الفلسطيني محمد حسن عسى فالبالغ من العمر 34 عاما من قرية قفر لاقف في قلقيليا وأصيب 17 آخرون بجروح مختلفة بينهم حالة حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وبلدات بيتا وعريف واللبن الشرقي لحماية المستوطنين المكتحمين لقبر يوسف وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية وعريف جنوب نابلس إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المكتحمين لقبر يوسف وأطلقت خلال اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنيين ممن حاولوا التصدي لهم هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الأراضي الفلسطينية دانا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس وأصفرت عن استشهاد محمد حسن عساف البالغ من العمر 34 عاما وهو أمين سر حركة فتح في قرية كفر لاقف والمستشار القانوني في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان وقال اشتيا إن جنود الاحتلال يواصلون جرائم القتل لأجل القتل برخصة ممنوحة من رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بنت دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وتقدم من والدي الشهيد وعائلته وأهالي قريته بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة يواصل نحو خمسماءة أسير فلسطيني إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار قرار حرية لليوم الثالث بعد الماء على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإدارية وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإدارية وفي سياق متصل يواصل المعتقل خليل عواودة إدرابه عن الطعام لليوم الواحد والأربعين على التوالي رفضا لاعتقاله الإدارية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية دعوات المتطرفين المحرضة على تكفيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك محذرة من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين وفي سياق متصل قالت الخارجية الفلسطينية إن حراكا سياسيا ودبلوماسيا تجريه الوزارة مع نظيرتها الأردنية على المستويات كافة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي الهادف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس وأوضحت الخارجية في بيان صحفي أن هناك تبادلا للأدوار بين المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال وبين المنظمات والحركات الاستيطانية المتطرفة يشمل كافة جوانب الحرب المفتوحة للفلسطينيين وتتشارك هذه الأطراف معا في محاولاتها لإشعال الأوضاع وجر ساحة الصراع نحو دوامة عنف هذا وطالبت الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اكتحامات الأقصى والمخططات الهادفة إلى تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كما طالبت المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو ضمان تنفيذ قراراتها ذات الصلاة بما في ذلك رسالة بعثة تقصي حقائق للإطلاع على تفاصيل ما يتعرض له الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتعيين ممثل دائم لليونسكو في القدس دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمحافظات الفلسطينية خاصة ما تتعرض له جنين منذ أيام باستهداف إسرائيلي مركز ومشدد وأشارت الأمانة العامة في بيان صدر عنها أن حملات التنكيل والملاحقة ضد الفلسطينيين والاستفزازات المستمرة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك وما تتعرض له جنين من عدوان واستهداف يعد أمرا بالغ الخطورة وطالبت جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يشكل التدخين بمختلف أنواعه إحدى قضايا الصحة العامة المركزية ويعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات المرض والوفيات بين المدخلين وأفراد أسرهم بالإضافة إلى ذلك يعد التدخين عبءا ماليا على المدخن والأسرة بشكل مباشر وغير مباشر شراء السجائر والتبغ والشيشة فضلا عن تكاليف المرض وحتى الوفاة ونشرت وزارة الصحة مؤخرا معطيات حول مرض السرطان في إسرائيل وتظهر من خلالها صورة صعبة جدا ومقلقة للغاية في المجتمع العربي خاصة في مجال سرطان الرئى ووفقا للمعطيات فإن نسبة التدخين بين الرجال العرب هي أعلى بـ 40% إلى 50% من الرجال اليهود مع الأخذ بالحسبان الاختلافات في الفئة العمرية وفقا لما أورده دكتور وليد قيعان المتخصص في الأورام من مستشفى شعارة سيدك في السنوات الأخيرة كان هناك زيادة في عدد المداخنين في المجتمع العربي على عكس اتجاهات الحد من التدخين في المجتمع اليهودي والعالمي في واقع يدخن فيه رجل من كل رجلين عربيين عادة داخل منزله أو في العمل فإن العواقب بعيدة المدى بالنسبة لأكثر من نصف السكان العرب في إسرائيل ويشمل ذلك النساء الحوامل والردع والأطفال وكبار السن الذين يتعرضون للتدخين وأضراره بشكل يومي إذا قمنا بفحص مسار حياة الطفل المولود هنا في هذا العام يمكننا أن نفترض أن هناك فرصة كبيرة لتعرضه للتدخين على أساس يومية حتى عندما كان رضيعا سواء في المنزل أو في التجمعات العائلية والمناسبات أو في الملاعب أو غير ذلك نظرا لأن التدخين يبدأ في سن مبكرة فهناك قلق معقول من أنهم سيبدأون التدخين في سنوات المراهقة وبذلك يتم تعريفهم على أنهم مدخنون بالفعل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما وبالتالي انضم إلى الإحصاءات القاتمة المتعلقة بالمدخنين في المجتمع العربي ومن المعطيات السلبية الأخرى التي تم الكشف عنها أن الفتيان وأبناء الشبيب العرب هم أكثر عرضة للتدخين وتدخين السجائر إما بشكل مباشر أو غير مباشر كما أن هناك نسبة أعلى من التجربة الأولية مع تدخين السجائر في سن مبكرة بين الشباب العرب منها لدى شبان اليهود ويشير الدكتور ولي قعان استنادا إلى المعطيات إلى أنه في كل عام يموت حوالي 8 ألف شخص بسبب التدخين في البلاد وحوالي 10% منهم يعتبرون مدخنين سلبيين أي كانوا بالقرب من مدخنين وتعرضوا لسمومه وأضراره وبما أن المجتمع العربي يحتفل في هذه الأيام بشهر رمضان المبارك حيث يصوم الناس لساعات طويلة خلال النهار ويمتنعون عن التدخين وبالتالي هذه تعتبر فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين والاستمرار على هذا النهج حتى ما بعد انتهاء الشهر الفضيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر